أقول أولاً إنني كنت مرأة محظوظة جداً فقد دعيت إلى حضور مراسم جنازة الرئيس وهذا شرف عظيم لقد جلست في الصف الأول حيث مشى إلى جانب رؤساء الدول وشهدت كبار شخصيات من مختلف أنحاء العالم كان جثمان ريغن أمامي المغطى بالعالم الأمريكي لم نعرف حينها أنه سيطلق علي لقب أحد أفضل رؤساء الولايات المتحدة وقد كان كذلك بالفعل والصفة التي جعلته كذلك هي اهتمامه وقدرته على فهم الآخرين وأنا أيضاً لدي نفس الاهتمام ولا أقصد بذلك كبار المسؤولين بل الأشخاص العاديين وهم الأساس في كل أمة أقول لك بكل صراحة ريغن كان رجلاً مهذباً جداً وهذه صفة نادرة كما أنه كان لطيفاً جداً وكنا محظوظين لأنه كان رئيساً وكانت سيرته رائعة ما أهم ما سمعت عنه في تأبينه خاصة من نائبه السابق كانت لحظة عظيمة بالفعل نائب الرئيس حينها جورج بوش الأب قال كلاماً مهماً ونادراً وهو أن ريغن لم يحول أبداً خصماً إلى عدو وإذا تابعنا سيرته فسنجد أن هذا الكلام صحيح فقد تصرف مع الجميع حتى مع أعدائه بسلوك مؤدب ولهذا فقد أعجب به أشد إعجاب في روسيا عندما زارها وألقى أروع خطاب فيها ليتك شاهدته عندما تحدث أمام طلبة الجامعة عندما وقف جميع تحية له أمام نصبي لانن لقد حقق ريغن وقتها نجاحاً باهراً لأمريكا وجعلنا نظهر في شكل رائع وأنا سعيدة بذلك كان ريغن قائداً عظيماً كما أنه كان مرحاً جداً وبإمكانكم مشاهدة مقاطع مصورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مكتبة ريغن أنتجت له فيلماً يظهره وهو يمزح قبل أن يلقي أي خطاب أنا بطبع أحب الأرلنديين وسبق أن زرت بلدهم